اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت موضوعا بعنوان قوة جديدة في السعودية تدخل حرب اسعار النفط حيث توضح الصحيفة ان المملكة العربية السعودية اكبر منتج للنفط في العالم سمحت لاسعار النفط العالمية بالتراجع خلال العامين المنصرمين باشراف وزير النفط علي النعيمي وتشير الصحيفة الى ان هناك امراء وقوى جديدة داخل العائلة المالكة اصبحوا يتدخلون في سياسات المملكة بخصوص النفط وهو ما ترى انه كان واضحا خلال اجتماعات الدوحة الاخيرة وتوضح الصحيفة ان المملكة كانت قاب قوسين او ادنى من توقيع اتفاق مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط سواء كانت من اعضاء تجمع الدول المصادرة للنفط اوبيك او خارجة مثل روسيا وكلها حضرت مؤتمر الدوحة لمحاولة كبح جماح اسعار النفط المتهاوية وتؤكد الصحيفة ان الاتفاق كان يقضي بتقليل المملكة من الانتاج اليومي للنفط ضمن مجموعة الدول الحاضرة لكن قبل قليل من توقيع الاتفاق اصر امير بارز في الرياض على ان تكون ايران مشاركة في اي اتفاقية لتخفض الانتاج حتى تشارك فيه المملكة وهو ما ادى الى انهيار الاتفاق وفشل الاجتماع باسره وتخلص الصحيفة الى ان ابرز ما كان ملاحظا في قمة الدوحة ان ولي العهد السعودي ونجل الملك الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر الثلاثين عاما اصبحت له اليد العليا في سياسات المملكة النفطية حتى انه نحى الخبير على النعيم جانبا وتضيف ان ابن سلمان الذي ترى انه الابن المفضل للملك قام بوضوح بتسييس ملف النفط وهو الامر الذي كان النعيم يتجنبه دوما لكن ابن سلمان يسعى لسد اي مخرج امام ايران التي خرجت مؤخرا من حقبة طاولة من العقوبات الدولية لاستعادة عفيتها الاقتصادية وتشير الصحيفة الى ان ابن سلمان قال صراحة انه لا يهتم باسعار النفط بل انه لوح اكثر من مرة بورقة زيادة الانتاج لخفض الاسعار بشكل اكبر وسحق المنافسين ونطالع في موقع ترك بريس مقالا لمحمود عثمان بعنوان التراجع والانكفاء في السياسة الخارجية التركية اسبابه ومساوغاته حيث اشار فيه الكاتب الى ان الاسباب والعوامل التي ادت الى تراجع السياسة الخارجية التركية هي اولا اسباب بنيوية ادارية لوجود خلل وعدز واضح في كوادر وزارة الخارجية التركية المختصة بمنطقة الشرق الاوسط والعالم العربي ثانيا انقلاب الكيان الموازي واحداث غازي بارك في عام 2013 لكن الحكومة استطاعت انتصاص صدمتها الاولى ثم بدأت حرب تكسير عظام ضد هذه الجماعة ومؤسستها ثالثا انقلاب حزب العمال الكردستاني وانسحابه من المفاوضات واستئناف عملياته العسكرية في تموز عام 2015 بعد اعلان بعض المدن والبلدات الصغيرة مناطق حكم ذاتي اسوة بالكنتونات التي اعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مسلم في سوريا لكن قوات الامن التركية كبدته خسائر فادحة فاضطرته للانسحاب والتراجع رابعا الاستحقاقات الانتخابية بدأت الانتخابات المحلية في اذار عام 2014 ثم تبعها الانتخابات الرئاسية في ااب من العام نفسه فالانتخابات البرلمانية في السابع من حزيران عام 2015 ثم اخيرا الانتخابات لاعادة في تشرين الثاني من العام نفسه وقد شكلت نتائج الانتخابات البرلمانية في سبع حزيران عام 2015 حالة ايرباك وهو ما دفع صانع القرار التركي الى الانكفاء على الداخل وتقديم بعض التنازلات في السياسة الخارجية خامسا اسقاط المقاتلة الروسية والتي ادت الى خسارة تركية خسارة مزدوجة الاولى عسكريا واستراتيجيا حيث فقدت القدرة على الطيران فوق سوريا والمبادرة في شمالها مما اضطرها لانكفاء لتجنب ردة فعل روسية عالية السقف والثانية سياسة امام واشنطن وحلف الناتو من خلال عودتها للتماهي مع موقفها فخسرت هامشة الاستقلالية النسبي في سياساتها الخارجية هناك حاجة تركية ماسة للشركات الاقليمية مع الدول الرئيسية في المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي اخذت زمام المبادرة واحدثت تغييرات اساسية في اولوياتها الاستراتيجية وبدأت هي الاخرى تتعرض الى ضغوط مشابهة لتلك التي تتعرض لها تركيا ثم مصر قاطرة العالم العربي الدولة الكبيرة والقوى الاقليمية الاهم في المنطقة ونقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا لفيصل القاسم بعنوان اذا اردت القضاء على ثورة شعبية البسها ثوبا اسلاميا اشهر فيه الكاتب الى ان اول من وصم الثورة السورية بالارهاب هو اعلام النظام ولم يكن ذلك عبثا بل كان بداية لتنفيذ الخطة الموضوعة لشيطانة الثورة والباسها ثوبا اسلاميا منذ انطلاقتها لتأليب العالم عليها وبعد اسابيع فقط من بدء الثورة سرع النظام الى اعلان عفو عام في سوريا واطلاق الاسلاميين المتشددين وعددهم بعشرات الالاف حيث يؤكد النظام لاحقا نظريته التي اطلقها بانه لا يواجه ثورة بل اسلاميين ارهابيين وعندما وفق النظام على التفاوض مع المعارضين في مؤتمر جينيف الاول رفض مناقشة اي شيء باستثناء موضوع الارهاب وقد لاحظنا ان الاعلام الغربي بدأ شيئا فشيئا ينسى شيئا اسمه ثورة شعب في سوريا ورح يتحدث فقط عن جماعات ارهابية خاصة بعد ان بدأ اسم داعش يلمع بقوة في سوريا والعراق وقد استفد النظام السوري كثيرا من سيطرة داعش على مدينة الرقة في سوريا وعلى الموصل في العراق بحيث اصبحت المهمة اسهل بالنسبة له عندما يريد اقناع العالم باسلامية الثورة واليوم وبعد ان انهت الثورة السورية عامها الخامس نستطيع القول ان النظام نجح نجاحا باهرا في اقناع العالم بانه يواجه ارهابا اسلاميا وليس ثورة شعبية ولم يعد ينظر الاعلام الغربي الى الرئيس السوري كمجرم تاريخي بل كضحية للارهاب الاسلامي ورح يصوره شركا استراتيجيا في التصدي للارهابيين الاسلاميين الذين اخذوا بدورهم يهاجمون العواصم الغربية كباريس وغيرها ويختم الكاتب بالقول وبعد ان شيطن الاعلام الغربي وحتى العربي كل ما هو اسلامي فقد اصبحت اسهل طريقة للقضاء على اي ثورة شعبية الباسها ثوبا اسلاميا ما على الطواغيت الا ان يربط اي حركة شعبية بالاسلام والاسلاميين فيهرع العالم الحقير اجمع لمساعدتهم في القضاء عليها حتى لو كانت مشروعة مئة بالمئة ونقرأ في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لساركيس نعون بعنوان ايران لا نحب الاسد ونعرف سيئاته ولن نتخلى عنه حيث اكد دبلوماسي امريكي سابق تعاطى مع قضايا سورية ولبنانية واسرائيلية فلسطينية انه عندما كنا نفاوض ايران في صورة غير رسمية كان من نجتمع معهم يقولون لنا نحن لا نحب الاسد ونعرف كل سيئاته لكننا لن نتخلى عنه لاننا نريد حماية حزب الله في اللبنان هذا التصريح نقلته صحيفة النهار اللبنانية والذي لم يحدد اسم هذا الدبلوماسي لكنه وصفه بالمهم وانه متقاعد منذ سنوات وتعاطى مع التطورات المهمة في العالم العربي منذ عقود ولا يزال وفي رده على سؤال حول كيفية حماية ايران لحزب الله في اللبنان اذا كانت الحدود الجغرافية بين العراق الموالي لها وسوريا الاسد انقطعت اي لم يعد هناك تواصل جغرافي بينهما اجاب الدبلوماسي الامريكي السابق من خلال الجو الطائرات والبحر اللاذقية والطرطوس بذلك يستمر ارسال الاسلحة ومن هنا يرسل برا عبر حمص فالقصير الى البقاع الذي يسيطر عليه كما ان الدبلوماسي الامريكي قال ايضا بحسب النهار سألني سفير متقاعد منذ سنوات وعمل في منطقتكم ماذا يحصل اذا نفذ تنظيم الدولة الاسلامية في امريكا عملا مشابها للأعمال التي نفذها في فرنسا قبل اشهر وحديثا في بلجيكا اجبته لا بد من الهجوم على هذا التنظيم عسكريا وبكل الوسائل رد لا يجب الهجوم عليه فورا قبل ان ينفذ اعمالا كالمذكورة داخل بلادنا وختم حلقة اليوم مع موقع اوريانت نيوزو مقال لنور ملاح بعنوان هل يندمجون في اوروبا دون ان يقصوا بسبب هويتهم قالت فيه الكاتبة عدة احداث استثنائية عاشها المسلمون في اوروبا في اقل من اسبوع بداية قدم وزير الاسكان والتخطيط العمراني السويدي محمد كابلان استقالته اثر حملة تشويه ضده في وسائل اعلام اتهمته بالمشاركة في انشطة منظمات وصفتها بالسرية والمتطرفة كما تم توجيه انتقادات حادة له بسبب تشبيهه ما تفعله اسرائيل مع الفلسطينيين بالمحارق النازية اكد الوزير المستقل كابلان التركي الاصل انه لن يتخلى عن قيمه وانه قرر الاستقال من اجل عدم الاضطرار بالحكومة وحزبه جراء الاتهامات التي لا اسس لها من الصحة ضده مضيفا فتحت حرب ضد بسبب اصلي وقيامي الدينية وسعت بعض الجهات لاذهاري ضمن اطارات عنصرية واسلامية متطرفة رغم كفاحي وحزبي دائما لكافة اشكال العنصرية والاسلاموفوبيا ومعادات السامية والتطرف واضاف طوال حياتي عملت من اجل حقوق الانسان وامنت بالديمقراطية ووقفت الى جانب الحوار وكانت صحف سويدية نشرت صورا للوزير كابلان في مأدبة افطار دعت اليها جمعية الصناعيين ورجال الاعمال التركية موسياد وحضرها ممثلون عن منظمات مدنية مختلفة وعنونتها بعبارة كابلان على مأدبة واحدة مع اعضاء منظمات سرية كما نشرت صور له في فعالية اقامتها جمعية اسلامية تركية بعنوان مائدة القرآن مرفق بعبارة كابلان يحضر فعالية مع اسلاميين متطرفين وبعد ايام قليلة من استقالة كابلان قرر السياسي المسلم يسري خان ترك السياسة بصفة نهائية وسحب ترشيحه لعضوية مجلس ادارة حزب البيئة وكان خان قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب رفضه مصفحة النساء باليد حيث رفض مصفحة صحفية من القناة الرابعة بعد اجراء حوار صحفي معه قال يسري خان الناس يقدمون التحية بطرق مختلفة والاهم من ذلك احترام الاخرين والعمل معهم لتحقيق الاهداف في اطار الاحترام في ذات الاسبوع اعلنت السلطات السويسرية انها علقت عملية تجنس عائلة تلميذين سوريين مسلمين رفضا مصفحة معلمتهما لاسباب دينية وتنهي الكاتبة مقالها بالقول فهل تسمح اوروبا للمهاجرين المسلمين بالاندماج دون ان يفقدوا هويتهم او يقصوا بسببها وهذا ما نتمنى وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة